دي اخر حاجة للحرب العالمية الاولى خالص? والله بجد ما هنخلص الامر ما بيشاهكم في بلايلست على اليوتيوب اسمها الحرب العالمية الاولى علييا كل فيديوهات قابل الحرب ولأسباب والحرب نفسها قامت عزاي والدلوقت هنكلم عن تفاصيل الحرب في بداية ق Pale学س كان في سفينة امريكية مع دا майه محملة قمح لبريطانيا وألمانيا قرارت إن هي تغرقها بيوبوت وعشان ألمانيا زكية شويتين تلاتة راحت بعتت للمكسيك وقالت لها بقولك إيه؟ ما تيجي تحتلي أمريكا ونقسم ساوى ونزبطهم وبما إن إنجلترا مش نايمة على ودنها فراحت بعتت الغراف لأمريكا قالت لها المعلومة دي تخصك في شيء؟ أمريكا حسيت إن هي تتهزق قوي اللي هو ألمانيا مش محترمها خالص فقالت لها ما بديهاش اعلن لي يا ابني التعبئة على ألمانيا وحنشن حرب عليها. لسه الناس هتفرح بدخول أمريكا الحرب كانت روسيا بقى جابت جاز خلاص مش قادرة فق رجوع وتظاهر في كل حاجة فمن هنا بدأت الثورة الروسية تقوم تطبيق الاشتراكية والقلبة على نظام الحكم والناس مش عايزة تكمل في الحرب خلاص جو أخيره وفي 1917 سجلت ألمانيا أعلى تارجت وصلت له في غرق السفن. مفروض التارجت بتاعها يبقى ستميت ألف طن بس هي وصلت لتمنمية ستة وتمانين ألف طن يعني كانوا بيغرقلهم حوالي سبعتاشر سفينة في اليوم وفي 27 يونيا قررت اليونان إن هي تدخل الحرب وفي نفس الوقت راشتاج الألماني كان بيتدور على أي طريقة سلمية أنه هو يخرج من الحرب ويعمل أي معهدات سلام قبل ما أمريكا توصل وانضم الحلفاء البرازيل والصين ولايبيريا والسيام اللي هي تايلند وكلهم أعلنوا الحرب على ألمانيا وأمريكا لسه في الطريق بريطانيا عملت فكر تستقطب مين تاني بعد ما زبطت الديل مع إيطاليا وعملت جزق وتشتت في العرب علشان توقع على الإمبراطورية العثمانية أكتر وأكتر جاء على دماغها فكرة كرييتف أوي وهو استقطاب اليهود وطبعا ده حيقدم لها دعم ماذي قوي جدا فرنسا وبريطانيا كانوا بدأوا يسيطروا على الأراضي كتير تخص الإمبراطورية العثمانية ده كان طبعا قبل الحرب وأثناء الحرب عادي يعني زي مصر كانت قبل الحرب ووقت الحرب كانوا بيشار لمصر بأنها بريتش إيجيبت أو أنجلو إيجيبت بدأت تيجي لبريطانيا فكرة العبقرية بتاعت وهب فلسطين لليهود وإقامة وطن يهودي على الأراضي الفلسطينية فوعد بيلفر نسبة لوزيرة الخارجية أرثر جيمس بيلفر وده طبعا بعد دور لورنس أورابيا لورنس العرب وفي أكتوبر 1917 حصلت ثلاث معارك في غزة وبدأت الأفواج اليهودية تنتقل إلى فلسطين بيت المقدس كان هدف لليهود وبكده بيتم إنهاء ربعمائة سنة من الحكم العثماني وكمان إنجلترا في الوقت ده بدأت تحتل لبغداد بعد بوادر انسحاب روسيا من الحرب ألمانيا قدرت تحرك جيوشها من الناحية الشرقية إلى ناحية إيطاليا علشان تشتت شوية إيطاليا عن الضرب في النمسا والمقر وفي معركة كامبري الإنجليز بقى قرروا هما ليفاجئوا الألماني المرادي ويدخلوا عليهم بأول دبابة في التاريخ ما كانتش تطلع دي بتاعت ألمانيا بسمبر 1917 بتنقسم فينلن تماما عن روسيا وبعدها بتنقسم رومانيا ومن هنا بتنهار روسيا تماما وبتنسحب من الحرب خصوصا بعد الثورة الروسية الثانية واللي تمكن من الحكم الحزب بورشافيك اللي بيرقاسه لينن وهنا بقى كان ظهور لينن هنبقى نتكلم أكيد في فيديو منفصل عن حكاية لينن أمريكا هنا هتبتدي بقى تدخل الحرب بس عايزين نقول حاجة مهمة ماينفعش ان احنا نخفل عنها فيه ميثاق اسمه ميثاق مورنو عام 1823 قدمه جيمس مورنو للكونغرس كان فيه شروط انه أمريكا ما تدخلش في الشؤون الأوروبية وأوروبا ما تدخلش في الشؤون الأمريكية ويدار ما دخلك شر ولكن في الحرب دي أمريكا جغرافيا ما لهاش دعوة بالموضوع فما فيش حد حيدرب فيها صعب هي بعيد فوق شوي تاني حاجة الأمور مستتبة قوي فهي ممكن تدعم بشكل ماذي ومعناوي وتقدم كل حاجة وكله على خساب سخب المخال كله بفلوس وحساب وهيحصل ان تعاش اقصادية قوي جدا لأمريكا فرغم انه فيه ميثاق مورنو بيحرم على أمريكا أو بيمنع أمريكا من تدخل في الشؤون الأوروبية ولكن المصلحة هنا كانت أكبر طبعا سياسيا أمريكا مش هتقول كده ازاي يعني ودي تيجي طبعا لازم تقول ان هي السوبرمان وحمد السلام والأنقذة العالم من الظلام الكاحل ومن المذابح والقتل والموت والدمار وان هي ملاك نزل لنا من السماء أكيد طبعا لازم تعمل كده وهو ده فعلا ده اللي بيتقال في تاريخ أمريكا والمناهج الأمريكي دخول أمريكا عمل انتعاشها ودعم عظيم جدا بالنسبة للحلفاء هي دخل عليهم بالحصاد الزراعي والتطور الصناعي والفلوس وكله تمام وهم من ناحية تانية أراضيهم اتدمرت تماما ومحلتهمش حاجة ففكرة دخول أمريكا دي حاجة كده جميلة أو ظهور شاينينج قوي وعمل لهم دعم فبدأ يشد من أزرهم الرئيس ويلسن قبل ما يدخل الدخلة اللي هي عمل بنود وشروط حوالي 14 بند علشان يطبقوا على ألمانيا ومنها ضمان حرية الملاحة في البحار إزالة الحواجس الاقتصادية بين الأمم إيجاد المساواة التجارية بين الأمم المحبة للسلام وخفض السلاح وإعادة مقاطعة الزاس لورين لفرنسا اللي كانت واضحة في البرانكو براشن وور وتعديل حدود إيطاليا الغلبانة بما يتفق مع قومية إيطالية والجلاع عن رومانيا وسربيا والجبل الأسود وإنشاء دولة بولندا مع إيجاد ممر لها على البحر وحاجات تانية كتير والله الموفق والمستعان كانت روسيا في الوقت ده بدأت تنظيم وعهدات سلام وتحالفات مع العدو علشان تظبط حالها وتم الخلاص أو انقسام وانفصال دول تانية كتير عن إمبراطورية روسية كانت وغداها ففعلا الخريطة في الوقت ده تختلف تماما عن بداية الحرب ألمانيا كانت دخلة في عيند شديد جدا عارفة اللي هيحصلها أو عارفة اللي دخل عليه بس هي كانت بتحاول تضرب ضربات وداع كده فوجهت ضربة قوية لبريطانيا لكن تصدت لها أستراليا وبريطانيا وكانت بريطانيا بدأت تأمن نفسها وتزرع بطاطا وقمح على أراضيها لسد الجوع احنا دلوقتي في 1918 وألمانيا ما زلت بتقاوح وقررت تضرب ضربة لفرنسا قوية ناحية ألمان ولكن كانت هنا أمريكا الحمد لله وصلت وبدأت تتصدى لألمانيا أمريكا دخل سخنة جدا أول ضربة وجهتها لألمانيا في معركة كاتني وتاني ضربة وجهتها لها في بيلو وود ثلاث أيام أمريكا بتضرب في ألمانيا ومش بخليها وراها ورا بحوالي مليون جندي وفيه عشر تلاف بيوصلوا كل يوم وكانت النمسا والماجر نزلة ضربة في إيطاليا ضربة في إيطاليا مع ضرب ألمانيا وأمريكا وفرنسا مع بعض كله بيضرب في بعض لكن الحمد لله برضو إيطاليا قررت أنها تقوم وعملت خسار في النمسا والماجر ألمانيا في منتهى العند مش هزيت غير موقفها أو تتراجع أو تخف ضربة عن فرنسا ومصر تكمل هجوم والموضوع ده خسرها 600 ألف جندي لدرجة أن القائد الألماني لودندورف سمى يوم 8 أغسطس 1918 باليوم الأسود لأن الخسارة كانت فادحة وما كانتش مستوعبها خمس ويوم أسود برضو مش عشان الخسارة علشان الجنود بدأت تكفر بالفكرة نفسها وبدأوا ينسح بمنتلقاء نفسهم ويتراجعوا ويهجروا الخنادق ومش مستنين القادة بتاعهم يروم أي حاجة لأنه لمحالة الهزيمة وتوقعها من جميع الجهات فالجنود بدأت تمشي وتسيبهم وده كان كرسة بالنسبة لألمانيا فبشكل ما غير رسم يعني ألمانيا كده بدأت تنسحب من على أرض المعركة لأنه مفيش حد هيحرب لها الناس مش يتروحوا خلاص هتعمل ايه ومن ناحية تانية بلغاريا من دول البلقان انهارت وانسحبت تماما من المشهد برضو والإنجليز هزموا العثمانيين في باتل أوف ماجدو معركة ماجدو وأثروا 25 ألف جندي واحتلوا حلب ودمشق في أكتوبر 1918 وألمانيا ترفع الرأي البيضة وتبعد جواب رسمي رئيس ويلسن بالانسحاب من الحرب والحلفاء بيوجهوا ضربة قوية جدا للنمسا والماجر من ناحية إيطاليا في معركة بيتوريو فيناتو وانسحبت الإمبراطورية العثمانية من الحرب في 30 أكتوبر 1918 وبعدها النمسا والماجر ألمانيا هتموت وتفتس وبش قادرة تخرج من الحرب في سلام وأمانه وبتقرر إن هي تضرب ضربة أخيرة ضربة الوداع لإنجلترا في معركة كيل ولكن بتقوم ثورات في جميع نحاء ألمانيا بتمنعها ما اللي بيحصل ده وبيتنازل عن العرش الإمبراطور ويليام التينيو بتتحول ألمانيا إلى جمهورية مطلوب دلوقتي من ألمانيا إن هي تروح تسلم نفسها الحلفاء فأصرف رساة بفرنسا علشان يتم تطبيق العقوبات والشروط عليها زي تقليص عدد وحجم جيشها دفع تمن خسائر الحرب تسليم الطائرات والذخائر والأسلحة والأسطول والغواصات والغاء معاهدة بوخارست والتخلي عن أراضيها لجرانها منهم فرنسا وبلجيكا ودنمارك وبولندا وتشيكزوفاكيا وتعلن مسؤوليتها عن الحرب كإقرار على الندم والتوبة عن اللي عملته في البشرية طبعا ما كانوش عارفين إنه فيه بلوت تويست وهتلر هيظهر لهم في وقت من قوات الامبراطورية العثمانية انتهت وأصوحت تركيا فقط دولة مستقلة لوحدها والقطر العربي تجزأ ودي بداية الصراع العربي في المنطقة انتهت الحرب العالمية الأولى بعد أربع سنين وخمستاشر أسبوع وكانت النتائج كالآتي شاركت فيها تلاتين دولة خمسة وستين مليون عسكري تسعة ونص مليون جندي ماتو واحد وعشرين مليون جريح سبعة مليون مدني ماتو دمار شامل للأراضي وما فيش مصانع إبادة كاملة الأراضي الزراعية هلاك اقتصادي انتهت إمبراطوريات قديمة لها تاريخ ودول جديدة نشئت حيث الناس تغيرت تماما والعالم ما بقاش زي قبل الحرب الحرب دي كان اسمها The Great War الحرب العظمة تسمت الحرب العالمية الأولى بعد ما جت الحرب العالمية الثانية لكن هي كانت طول وقت كان اسمها The Great War لأنه كان أول مرة العالم يشهد حرب بالشكل المرعب ده وأن كل الدول تموت وتقتل وتدمر في بعض بالشكل ده اتهت الحرب العالمية الأولى وحصل ضمار شامل وناس كتيرة فقدت حياتها في دوكيومنتريز وأفلام مسجلة مقاسي ناس عاشتها هم ما كانوش فهمين السبب ده وليه ده بيحصل فيهم ومستفيد الوحيد هو أمريكا خلصت سلسلة الحرب العالمية الأولى وبنشكركم لمتابعاتكم والناس اللي كان بتسأل علينا في نص الأجزاء فوسط الأجزاء والفترة اللي جاي هنعمل محتوى لذيذ ودم وخفيف وبيكلم أكتر عن التاريخ المصري عن التاريخ العالمي أو الأوروبي لو أعجبكم الفيديو نسوش تعملوا لايك وشير وسبسكراب اليوتيوب تشانل واللايك لفيسبوك بيج عشان بتقدم محتوى مختلف عن اليوتيوب تشانل هشوفكم الفيديو الجاي تحياتي ترجمة نانسي قنقر